مع إياد دهماني غو بونجور إياد غو بونجور أمين اليوم مش نحكيه على الحدث السياسي متاع البارح ليهو استقالة السيدة وزيرة السيدة الوزيرة مديرة الدوان الرئاسي سيدة نادي عكاشا علش الاستقالة هذه مهمة على المستوى السياسي أولا لإني ثالث استقالة مهمة وفصصت برشة تغييرات على مستوى دوان رئيس الجمهورية ولكن فما هذه ثالث استقالة مهمة نذكروا إنه كانت قبلها فما استقالة للمستشار الخاص لرئيس الجمهورية السيدة عبد الرؤوف بالطبي اللي هو اليوم نلقاوه في حراك ضد الانقلاب فما استقالت السيدة رشيدة نيفر اللي كانت مسؤولة على الإعلام برئاسة الجمهورية واليوم فما استقالت السيدة نادي عكاشا أهمية زادة تجي من طبيعة منصب المدير الوزير مدير دوان رئاسي اللي يمكن برشة ناسة ما يعرفوش لأنه برشة خدمة في الخفاء ولكن المنصب هذية هو الرجل أو المرأة الثانية في القصر هي الانترفاس حتى نحكيه مثلا على الإجزامبل بتاع السيدة نادي عكاشا هي الانترفاس بتاع رئيس الجمهورية مع الحكومة مع الديبلوماسيين مع الأطراف السياسية دونك هو منصب مش فقط إداري ولكنه سياسي أيضا المنصب هذية هو منصب كاتمي أسرار الرئيس لأنه يحضروا في كل لقاءات ويحضروا كل اللقاءات يحضروا في المجالس الوزيرية يحضروا في الاجتماعات الأمنية الاجتماعات العسكرية دونك كل أسرار القصر تكون عندهم هذك عليش استقالة من نوع هذية ما تنجمش تمر بشكل عابر بش نقرأوا الاستقالة هذه والاستنتاجات السياسية متاعها خلي ساعة نرجعوا للنص متاع الاستقالة النص متاع الاستقالة نلقاه فيه باسم الله الرحمن الرحيم إلى عناية سيادة رئيس الجمهورية أتقدم إليكم بمطلب استقالة لاستحالة مواصلة عملي معكم في هذه الظروف أرجو منكم بكل لطف قبول هذه الاستقالة وأتمنى لكم ولي تونس كل خير شكرا جزيلا نادي عكيش إجنبذر ساعة استحالة عملي في هذه الظروف شنو طبيعة عمل الساعة مستشار أكبر المستشار شنو يخدم بالضبط وشنو الظروف اللي تناجم تخليه معاش ناجم يخدم معناتها مدير ديوان الرئاسي هو معناتها هو الذراع الأيمن لرئيس الجمهورية مثلا علاقته بالأمن الرئاسي تمر عبر مدير ديوان الرئاسي علاقته بالحكومة كل المرسلات يعني المرسلات اللي تجي رئيس الجمهورية رئيس تطلع لوجه ديرك تمو تتعدى لمدير ديوان البرمجة بتاع الاجتماعات هو اللي برمج الأجندام بتاع رئيس الجمهورية الجانب الإعلامي هذي على المستوى المؤسساتي ولكن أيضا فما جانب آخر اللي نعرف برشا يسميوه صراع على النفوذ اللي هي تلقى نفسها في وضعية غير قادرة على إنها تقوم بالمهام متاعها إنه فما ناس أخرى تدخل في العمل المتاعها وإلا رئيس الجمهورية ما عادش عنده فيها نفس الثيقة اللي كانت قبل بسمحي لها بش تقوم بالمهام شوية احنا هكا شوية معتا تخديم مخ وشوية معتا نحاوله شوية معتا فما ظروف كانت متوفرة بالضبط اليوم معادش متوفرة معتا هذا بما معناه ما تجربش تكون حاجة معتا كيوحد يقدم سيقات وقلوا في هذه الظروف معتا كانت فما ظروف كانت تخدم فيها لابوغونينا ما استقلتش بالضبط دو فما ظروف جديدة يبدو أنه عندها مدة خلتها معاش ناجم تواصل مهم تح ما الذي طرأ في الظروف الجديدة بش خليها معاش تخدم خدمتها هنا الناجم ندخلو كان في التخمينات وما يحكى في المطبخ السياسي في تونس هو أنه فما أن ريفاليتي والتنافس بينها ووزير الداخلية الحالي سيد توفيق شرف الدين يزم نذكروا أنه في فترة من الفترات كيف اقترح اسم رئيس حكومة وكان فما توجه أنه يكون من المقربين من رئيس الجمهورية كانوا زوز يتنافسوا على المنصب هذير دونك يبدو أنه ريفاليتي بدات من غاديك وما يحكى وما يقال أنه العلاقة بيناتهم ليست على ما يرام وأنه فما تنافس حول شكون اللي يسطر السياسات العامة إلى جانب رئيس الجمهورية ومعنتها نقفل هنا شواء تو نورما الموهخي مش رئيس الجمهورية هو اللي يسطر السياسات العامة إيما يزم يكون حوله ناس أي مش هو ما يقرروا لا ولكن هما يأثروا هو دي ما صيرا عن نفوذ في القصور في العالم الكل هو شكون يأثر أكثر على صاحب القرار أي ما كانش ينجم هو يستفيد منهم الزوز إي ولكن هو نتصوره بالعكس يكون هو معتها يكون هو مستفيد ولكن كيف يتحول أنه موما ما ينجموش يتفاهمه ووقتها يصير مشكلة ما ينجموش يتفاهمه ووقتها نورما الموه عارفهم يعيط لهم الزوز وقرهم ما يريدوا معتها نورما الموه هكي يصير معتها نبسط فيها هذه فرضية من الفرضيات أنا تو بش نجيك عمانتي تعرف أكثر مني بش نجيك للنص هو بش نرجعوله اللي هو البوست فيسبوك اللي عملته السيدة نادية عكاشا اللي أعلنت فيها على الاستقالة بتاعها اللي تقول فيه قررت اليوم تقديم استقالتي للسيد رئيس الجمهورية كان لي شرف العمل من أجل المصلحة العليا الوطن من موقعي إلى جانب رئيس الجمهورية لكنني اليوم وأمامه وجود اختلافات جوهارية في وجهات النظر أي شمعنات معانتها الاختلاف اللي نرقاوه بين النص منطاع الاستقالة اللي دار على الفيسبوك في تفاصيل أكثر اللي لا النص الاستقالة يحكي على ظروف والنص منطاع استاتيو فيسبوك يحكي على اختلافات جوهارية في وجهات النظر هنا ولينا نحكيه سياسي مع رئيس الجمهورية اختلافات ولا مع أطراف أخر ما هوش مهم معانتها لا مورن في الأخر القرار اللي ياخذوا رئيس الجمهورية خطرية معانتها نورمال مون أي شخص في موقعها يصنفوه ناس لأخرى شتخموه المهم هل أنه رئيس الجمهورية القرارات اللي ياخذها والتوجهات نحن نحكيه هنا على التوجهات أنا نفهم من هذا أنه الاختلافات مع رئيس الجمهورية متجاوش تكون مع تطرف هنا معاش نحكيه على ظروف فما تطرف معاش نحكيه على الظروف نحكيه على أختي نفس السؤال أنت عقبالة اللي بكل بساطة نحن نجمه أسأل بسيطة رأي هيت خلينا نفهمه ما هي الظروف قالت هنا وجهات النظر ما هي وجهات النظر الجديدة اللي خامن فيها رئيس الجمهورية والتي لا توافقه فيها مديرة الديوان هدايا هو كي نحكيه وإحنا فما استنتاجات اللي باش نختمها مفيس عبش نجمه نحكيه على الأسألة الاستنتاجات هي أنه فما تصدع في الجبهة الداخلية حول رئيس الجمهورية اللي قدات إلى خروج واحدة من أهم المساعدين متاعه ولكن أيضا فما سؤال شنية الاختلافات السياسية هل أنه فما أشياء التطبخ والسيدة مديرة الديوان هي معترضة عليها وهنا الكلام اللي قالته رأوا معناتها ما هيش استقالة عادية أولا الزوز نصوص كانوا شيحين برشا فمااش شكر رئيس الجمهورية والتثمين للفترة كما يلزم ولكن أيضا فما إشارة لخلافات تتعلق بالمصلحة الفضلة للوطن هنا يحطها قدام مسئولية اللي هي من نتصور إنه وسائل العلام اليوم لكل بشيقولوا إذا المسألة تعلق بالمصلحة الفضلة للوطن يجب تتكلم واجبك إنه تتكلم دونك هنا بش نلقاوها بعد أن نعرف لواجب التحفظ وكي تخرج من بلاصة ما تتكلمش يخي سامحني نادي كيشة كانت موظفة عند قيس سعيد ولا عند الدولة التونسية زوز لا فماشي زوز زوز هل قيس سعيد هو الدولة لا هو رئيس الدولة رئيس الدولة رئيس الدولة في شخصه مش أهم الدولة زاد لا نعطيك متفهمين في هذا دوم التفقيل هي موظفة عند شكو عند الدولة بسور ولكن فما الجانب قبل ما تصبح السيدة نادي عكيشة مدير ديوان رئيسي ما كان يعرفها حتى حد شارياتها يا إياد منين تخوفها إله إذاك ما تفهمني فيها هي بديهيات تنكو تخدم في الدولة مكش تخدم تنكو تخدم في الدولة وحكيت على مصلحة الدولة العليا وحكيت على ما عاش تحكيلي على واجب تحفظ هذا أمر ولا يهم عايش حبيت تقول أمين عبارة تقول لي راو معتها اللطف عليك راو أخوك ولا مريض وروا ما نجابش أقول لك شنين المرض اللي عنده وانتي تبيب تكيفيه تاو معتها بالضبط هذا هو السؤال اليوم اللي يطرح النص لولاني متاع الاستقالة اللي تحكي فيه على ظروف كي تحكي على ظروف تنجم تكون مشمولة بواجب التحفظ حتى حد ما يقول لك شنين هي الظروف اللي خلتك باش تخرج ولكن كي تحكي على اختلاف لاختلافات الجوهرية اللي خلتها تخرج من رئاسة الجمهورية وهنا باش يقعد السؤال هل قبلت هذه الاستقالة هذا يا مزال معنش هذا أولا هل يمكن انه ما يقبلهاش ممكن لا 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 ما تبعه قانونيا ايه اي اما عمليا ما نصورش لا عمليا بعد الاتقال خاصة بعد الاتقال حول اختلافات جوهرية حول مصلحة الوطن الفضلة ما نتصورش رئيسة الجمهورية سياسيا سياسيا في سؤال الأخير مهم برشة كتبنا انتي رئيس اللي تفرجوا في هاوس أوف كاردس مع تأكيد عندهم فكرة على شنو قاعدين نحكيه نحن طب مركزة رئيس عندك دو بول فانو هذين من نجم يكون كان مصلحتك عندك بول من يمين بول من ليسار تعرف مليحي هم مش متفاهمين ما بعضهم ما يعطيوكش نفس وجهات النظر فانو مهم برشة انو ما تبداش عندك وجهة واحدة قاعد ماشي بها خطتنجم تغلط كيكوكتنجم تغلط تسمع البور وتسمع الكونتر وانتي ببعض يتاخل قرار بطبيعة اليوم هاليوم كننقول رئيس الجمهورية أصبح معتابين قاوسين وانو تاجم تعجيها واحدة وتاجم ما نعرش أنا ما نعرش طبيعة وتاجم معتها ربا معنا المجزيرة لا ولكن معناتها وجهات التعددية حوله واليوم عنده وجهة نظر واحدة والتعددية حوله هو أسير وجهة نظر وحيدة كلهم كانوا حولهم فما ناس مختلفين يسمعهم لكلهم بعد هما يحسموا يوم بعد يسمع التعددية هذه نقصة سورتول معناش كبيرة على طبيعة العلاقات داخل الأقصر يبقى سؤال أخير أمين أحنا كيشوفوا على الأقل زوز استقالات المهمين اللي سبقوا استقالة سيدة نادية عكاشة فما سيد عبد الرؤوف بالطبي اللي هو استقال واليوم نلقاها في مجموعة ضد الانكلاب أصبح معارضا لرئيس الجمهورية وفما الفرضية الأخرى اللي هي السيدة رشيدة نيفر اللي استقالت ولكن بقيت وما كانتش عند علاقة طيبة مع نادية عكاشة ما كانتش عند علاقة وكانت هي ظهر لي صرحت في العلام أنه من أسباب استقالتها هي العلاقة المتوترة بناتهم ولكن بعد استقالتها بقعت سياسيا إلى جانب رئيس الجمهورية ومن الدعمين ليه يبقى سؤال اليوم السيدة نادية عكاشة بعد حديثها على الظروف وبعد حديثها على الاختلافات الجوهرية في وجهات النظر في خصوص المصلحة العليا الوطن هل أني باش تكون في فرضية السيدة رشيدة نيفر وتقعد دعبة لرئيس الجمهورية ولا باش تكون في فرضية السيد عبد الراوف بالطبي وتلتحق بمعارضة رئيس الجمهورية هذا يا سؤال يقعد مطروح واحد اليوم مصل العمر معين يد 40 سنة ومش صغير 40 سنة يتسمى تقدم شوية في العمر معتها يتسمى ينضج يرزن وكل ساعات فما مراحل في حياته وواحد ما يقبلش يكون يعرضه ما يقبلش يقول لي ليه هذي خايبة ما تعملهيش والبرنامج هذي برنامج خايبة فك عليك ما تحصلحك ما تسمعش ما تحبش تسمع معتها الكلام اللي تحس وينجم يرجعك التالي ينجم ويغلطوك يهزوك في قرارات غلطك ينفخوا في الصورة انت أكبر منشط انت منشط محليك انت عز الناس ما كيفك حد اللي عملت وانت في عمرك في لذاعة ولا في التلفزة ما عمله حتى حد فالله بده دوما روجين للمو هما اللي غلطوك وهم اللي هزوا لنهاية انتعك القريبة فهمت مبعض بالدني اللي يزمني نسمع اللي يشكرك ويزمك تسمع اللي ما يشكركش ومبعضك تقدمت أكثر في العمر عرفت اللي يزوزي غلطو فيا اللي يسبني ولي يشكرني يزوزي لي المو يغلطو فيا معطي انك تسمع العبد المتوازن وانه كل ما تكون أكثر آراء دايرا بيك كل ما تنجم تنجح أكثر في خديتك جوز تحكيت الحكاية ذا بش تكون عبرة اللي هموا الأمر يعطيك صحة إياد بركة الله فيه